وأتمنى على شخص مثل عبدالله بن كيران وقد كان رئيسه الزراء وهو اللي عاد الآن للبي جي دي ألا يدخل هو أيضا في لعبة الحرب وفي لعبة النفخ فيها وفي لعبة إحنا نقدر نقوم بالحرب لا تكن مشعلة لحرب ولو بكلمات يا عبدالله بن كيران وإذا عدت للبي جي دي فمن الأحسن أن تشرف على إعادة البي جي دي ربما اللي بالمناسبة هو اللي وقع توقيع التطبيع لما كان غريمك وسلفك على رأس البي جي دي حزب العدالة والتنمية المغربية يعتقد وقع في أيامه يعني التوقيع وإن كان هو القرار هو قرار المخزن يعني هو قرار أعلى هرم في السلطة قرار الملك ومن حوله من المستشارين لكن طبعا جابوكم وحطوكم كصورة بش تكون حتى يعني الفضيحة اللي ربما لا تقل بؤساً على قضية التطبيع في معال بي جي دي هي قضية القانون حول الكيف اللي مر في أيام وجود البي جي دي حزب يزعم أنه حزب إسلامي إلى آخر لكن يوقع برلمانيه يوقعه على صدور قانون تعال كيف تعال حشيش وأشياء أخرى نتمنى على واحد مثل عبد الله بن كيران أن لا ينفخ أو العبد الإله بن كيران أن لا ينفخ في هذه الأشياء وأن لا يدخل في هذه الوطنيات الضيقة نحن شعب واحد بيننا الحدود والسدود فرقنا السفهاء وفرقتنا الحدود والسدود كل عاقل في المغرب أو في الجزائر أو في أي مكان يجب أن ينشر الأخوة وأنشر السلم وأن يدعو إلى قيام اتحاد مغارب حقيقي تزول في هذه الخصومات وتزول في هذه المصائب لأن أي حرب ستكون مدمرة للمنطقة وللشعبين وللبلدين وللدولتين وحتى لهذه النظامين إن شاء أردناهم أو لم نريدهم أي حرب صحيح الفقراء سيدفعون الثمن لكن الجميع سيدفع الثمن وستصبح مناطقنا ومدننا وبلداننا مراكز تحتلال مباشر أو غير مباشر للقوة الأخرى للقوة الكبرى أو الصغرى حتى ولن تستبعد أن تجد إسرائيل ولا الروس ولا الإمارات ولا المريكان ولا فرنس أن تجد قواتها وتجد الحركة انتاحة والأتباع انتاحة من أبنائنا سواء في المغرب أو في الجزائر كل عاقل في البلدين يجب أن يدعو إلى السلم والسلام بين البلدين وأن يخفف من هذه الخصومة المتصاعدة ما بين الحكام نحن معارضين للنظام الجزائري ونركز دائما عن نظام الجزائري لأن هذه معركتنا الرئيسية أتمنى لإخواننا في المغرب أيضا أن لا يذهبوا في اتجاه نفخ في هذه الخصومة لأنها ليست في مصلحتكم وليست في مصلحتنا وليست في مصلحة أي إنسان شريف كريم ترجمة نانسي قنع